كسر الأنف من ضمنها أننا لا نرتدي وسائل الأمان وهو من أكثر الكسور شيوعاً في الوجه الكسور الأنف تبقى مصاحبة ببعض الأعراض ننبه العيان لها لأن المريض ينزعج جداً مع حدوث حوادث للأنف مثل النزيف الأنف أو التورم في الوجه تزعج العيان جداً ولكن نطمن أن هذه حاجات شائعة جداً تحصل مع الإصابة بالنسبة للأنف وعليه أن يكون هناك بعض الإسعافات الأولية التي نتخذها بحيث أن نسيطر على الوضع بدون أي إزعاج ولكن لا تؤدي إلى حدوث مخاطر شديدة بالنسبة للمريض بالنسبة للأنف بيبقى أول تصرف نحن نضغط على المنطقة الأمامية من الأنف حتى نوقف في النزيف وممكن نستخدم مثلاً فتيلة ممكن أي حد في البيت يعملها قطعة قطنو ونحاول أن نعملها على شكل الفتيلة نفقها زي شكل الصباع ونضع عليها بعض الأطارات التي هي قابضة للأوعية الدموية نثبتها في الأنف حتى نسيطر على النزيف مبدئياً لغاية لما نستشير الطبيب المتخصص بعد كده بالنسبة للتورم بنبتدي نستخدم الماء السقعة أو الكمدات التلج على المكان اللي حصل فيه الحادث أو الإصابة علشان نقلل حدوث التورم بالنسبة للتدخلات بقى مش كل الحالات بتاستدعي تدخلات جراحية يعني فيه حالات بتبقى عظمة الأنف مكسورة فعلاً ولكن هي في مكانها مش متحركة فده بالنسبة للمريض بيمشي بالعلاج التحفوظي إن هو بيحاول مرتفعها تخبطش فيها تاني عشان ما تنحرفش عن مكانها دي نقطة مؤئمة جداً بالنسبة للعلاج المريض يا إما بيتم في الساعات الأولى علشان عدم حدوث التورم يا إما لو حصل التورم بنبتدي ناخد علاجات عشان تقلل التورم وبعد كده نتدخل بعد حدوث التورم خصوصاً لو حصل انحراف في عظمة الأنف طبعاً من أنتظر لغاية لما الورم يهدى عشان أتأكد لما هتدخل جراحياً ورجحها المكان هتأكد تماماً إن أنا رجعتها في الوضع السليم بتاع العيان بيبقى فضل نقطة مهمة جداً إن طبعاً ممكن العيان يشعر بانسداد في الأنف بعد حدوث الإصابات للأنف دي نقطة مهمة جداً العيان لا يغفل النقطة ديت ليه؟ لأن ممكن بيكون أثناء الإصابة بتاعت الأنف حصل حاجة نسميها التجمع الدموي عند الحجز الأنفي التجمع الدموي طبعاً الطبيب المتخصص هو اللي بيقدر يشخصه بالفحص الكلينيكي للعيان ودوث بيؤدي إلى انسداد الأنف العيان بيشعر أن الأنف فيها انسداد الطبيب المتخصص بيقدر يتعرف على دوث تماماً ويبتدي يتدخل التدخل الجراحي السريع عشان نحن نفضي التجمع الدموي اللي حصل وإلا لو سبنا التجمع الدموي سيؤدي بعد المرحلة اللي بعد كده أنه يحصل عليه التهابات بكترية وتعمل خراج في الأنف خراج الأنف دوت لو تساب ممكن يؤدي أولاً إلى تأكل في الغضروف الأمامي بالأنف ويؤدي بعد كده لتشوف الشكل لأن المريض بيبقى المراخير هنا فتصانة لأن فقدت الدعامة اللي شايلها من الغضروف نقطة تانية للتهابات البكترية في المكان دوت عندنا هنا منطقة هنا بنسميها المسلس الخطر في الأنف لأن ليه اتصال مباشر على المخ فلو البكترية حصل للتهابات البكترية وتسابت مشخصيتش مظبوط واتاخدش العلاج المظبوط لها ممكن تؤدي إلى عواقب وخيمة جداً للتهاب دوت ممكن ينتقل إلى المخ ويؤدي إلى التهاب في الغشاء السحائي أو تكوين خراج على المخ أو حاجات خطيرة جداً لو ما اتبعناش الأسلوب الصحيح في العلاج ممكن تؤدي إلى الوفاء شكراً جداً شكراً 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 شكراً